أربعة أسابيع من التدريب المتواصل لللاعبي فريق أمانة بغداد سيعقبها معسكر تدريبي بالعاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوعين تحضيراً للموسم الكروي القادم بدنا صار أربعة أسابيع دخلنا هذا الأسبوع الثاني بالإعداد الخاص عدنا معسكر خارج إن شاء الله بالأيام المقبلة إن شاء الله بعد يومين بالقاهرة عدينا أربعة مباريات تجربية إن شاء الله هذه المباريات تجربية سنوقف على وضع الفريق العام انخفاض كبير في الخط البياني لتعاقدات أمانة بغداد عن المواسم السابقة إذ أكدت الهيئة الإدارية إنها غيرت من الخطة الستراتيجية هذا الموسم نظراً لانخفاض ميزانية النادي بما يقرب من أربعة مليارات في العام الماضي كانت تعاقدات نادي أمانة بغداد مميزة أسماء ولاعبين من مستوى عالي ولاعبين من تخبط وطني بس أكيد كان التخصيص أكثر من ستة مليار وإحنا نتحدث اليوم على مبلغ أقل من مليارين فأكيد الخطة الاستراتيجية اللي وضعتها الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد على أن يكون الفريق شبابي ثلاث مباريات تجربية خاضها فريق العاصمة بغداد قبل الذهاب إلى معسكر القاهرة تكفلت بتصعيد الجانب البدني والمهري لللاعبين الذين أبدوا تفاؤلهم بأن يكون مزيج الخبرة والشباب عاملا مساعدا في تحقيق هدف الفريق للموسم القادم فريق السنة فريق شبابي وكادر تدريب الشاب إن شاء الله نكون رقم صعب بالدوري بهمة الإدارة والكادر واللاعبين وإن شاء الله التوفيق بنا الله سبحانه وتعالى بدأنا تقريبا حوار ثلاثة أسابيع بدأنا بتصعيد الجانب البدني بوحدات تدريبية صباحية ومسائية لعبنا مباراة ودية أعتقد لعبنا ثلاث مباريات ثلاث مباريات لتصعيد الجانب البدني أكثر ويضاح المستوى اللاعبين للكادر التدريبي أعتقد وضحت الصورة للكادر التدريبي الفريق راح يدخل معسكر تدريبي في مصر ولعبات تودية على أعلى مستوى وحيدة هي لا تعترف بالأسماء والتاريخ إذ تعطي لمن يعطيها فهل سيكون أسود العاصمة معطاء لها ليقارع كبار فرق الممتاز في الموسم القادم سؤال سيجيب عليه هؤلاء اللاعبون من بغداد محمد الخفاجي المدى